جاي في الكروار بخطة مسرعة حتوصل عند نجم الدين اللي كان مسند على الحياة قال شنوق عليها نجم الدين فتع عينيه وشاف بادر وقال جاها نازيف قال ليه بادر ما تقولش لي يطاح لي هالجمين هو يقول نجم الدين ما عرفتش عاد دخلوها بادر قال يا ربي ايش هاد المصيبة ابقى واقفين مدة ساعة عاد باللي هم الباب تحل خرج الطبيب وش عندهم نجم الدين ما قدرش حتى يثور بقى كيشوف فيه وكيصلناه يخضر وهو يقول الطبيب دكتور بادر شنو كدير هنا قال ليه بادر اللي لداخل بنت ختيه كيف بقعت قال الطبيب وقع لها نازيف خاطير لو انها تعطلت شوية ما كانتش العواقب غدا تكون حميدة قال بادر والجنين وهو يقول الطبيب قدرنا ننقدوه لكن حالتها باقة ما مستقلة هادش يقع لها بسبب نهيار عصبي خاصها تتوخل حذر المرة الجاية مستحيلة نجا تنفس بادر براحة وصافح الطبيب وقال له شكرا بالذات وهو يقول الطبيب هذا واجب غادي ينقلوها الغرفة ديالها خاصها تبقى تحت المراقبة على الاقل لمدة ثلثيان مشت طبيب وهو يتلفت بادر عند نجم التين اللي سمع كل شي باقيه كيشوف في الباب وتحت عينيه كيبري حط بادر ايده لكتف نجم التين حس به وهو يدوز ايده على وجهه وهدر وباقي كيشوف في الباب قال هادشي اللي وقع لها بسببي كنا غنفق دولتنا بسببي انا كان عليين خليها على خاطرها عارف وضعها وحاملة ملفوق وزايد فيه كون وقعت ليهم شي حاجة ما كنش غنسام حراس بدر قال هادشي كيوقع المشاكل ما اختاو حد خاصغير شوي يديا لصبر عارف كتبغيها وانت اكتر واحد كيخاف عليها ولكن بعد المرات كيخاس نتراجعوه بجمن قاديوش الطرف لاخر بين ليهم الباب تحل والممرضات جارين البياس اللي نعزى فيه شاف نجم الدين في وجهها الشاحب وماسك الاكسجين على وجهها كراه راسو اللي رجعت لهاد الحالة بسببه اسأمن كل مرة يشوف هفص بيطاروا بهادشك طلعوها للطابق الثاني وحطوها في الغرفة خرجوا الممرضات وبقى معاها نجم الدين وبدر جار نجم الدين كرسي وقل الجنبه هز ايدها قربها الفمو بازها بقى شادها ما بين ايده وكيحمد الله اللي رجعوا ليه على خير خرج بدر والتاشه لقسم الجراحة بقى نجم الدين قال الجنبه وما تلقش من ايدها دازت ساعتين هو على نفس الحال ونفس الوضعية وما بعدش عينيها لقمر بانت له كتحل عينيها وهو يزير على ايدها فتحات قمر عينيها بتتاكل وكتحس بجسمها كله كيعقرها حسات بالضغطة لأيدها وكيف توضحت ليها الرؤية بان لها نجم الدين جالس جنبها بسرعة نزلت دمعة من عينيها وجرات ايدها منه بغا تدور الجهة الخراء وما قدراتش وقف نجم الدين وقال غير خليكي مرتاحة انا غادي نخرج توجه الباب وحلوه وخرج سده وهز تليفون وصيفة الميساج وهو يهبط في المسحة قمر بقى تكتشوف فيه غادي كيف سد الباب وهي تطلق العينان يدموحها هزات ايدها وحطاتها على كرشها كتحسسها عارفة باللي الجانين باقي عايش حاسة به داخل احشاءها لكن فكرة انها كانت على وشك تفقته زرعات فيها الرحب سمعت الباب تحل ودورات راسها وهو يبال لها بدر قرب عندها وتحنق قبل راسها قال كل ساعة خالعانة كدريها بالعاني ياك حركات راسها بالله وهو يقول الحمد لله على سلامتك انت يول بشغوط وهي تقول له لم يمع قال ما تخافيش ما قلت لها وانه قالت ما تقولها لحتحد تحل الباب حل الجهد وهي بتم داخلها شوروك شافت قمر مجبدة فوق البياز وهي بطح عليها مع النقاها شوروك قالت قاويل انتي مالكي قاعد دعاوي خارجين فيك نوضي من مصيبات جيف واحدة خراء بدر قال بشوية عليها ره عاد خرجات من غرفة العمليات تلفتات شوروك المصدر الصوت وبين لها بدر وهي تحدر راسها وقالت سمحي لي يا صاحبتي غير تخلعت عليك فسقت لخبار بدر قال شكون قالها لك وهي تقول له شوروك وبدون ما تلفت عنده ناجم الدين سيفط لي يا ميساش قال لي يا كي نفس بيطان شنوق عليك قال بدر جاها نازيف شوروك ضربت على وجهها وقالت قاويل على نازيف والبيبي يك موقع ليش حاجة قمر قالت البيبي بخير وهي تقول شوروك الحمد لله اوف تخلعت جيت في ديكشتة طايرة كان قول هنا نزلق لا هنا نزلق قالت قمر فيا نعاس شوروك قالت لها غير نعسي حبيبتي انا هنائي لحتاجتي شي حاجة غمضت قمر عينيها وشوروك كتدوز ادها على شعرها دورات وجهلت جيها الخرى وبسرعة مشات بها عينيها حسات بها شوروك نعسات وهي تقادلها الغطاء ومشات قلسات فوق الفوت دوي وجبدات تليفون ديالها كتخربق فيه بدر بقى متبعها بعيني وكيشوف كيفاش تجاه لادو وكأنه مكايش في الغرفة قال شوروك هزات فيه عينيها وقالت وي قال عندي مناوب ادامة الى وقعات شي حاجة تصلبية قالت له اوكي رجعت كتشوف التليفون ديالها بدر حكي على راسه وحل الباب وخرج غادي في الكولوار وكيفكر كيف تعاملت معاه بورود كانت من قبل تشوف فيه وتبتازم ادخل المزعر وبالو مع تصرف شوروك فاقت قمر حاسب حلقها ناجر سندات على ايدها ودقعدات خدات قرعة دلمة من حدا راسها فتحاتها وشربات منها رجعت حطاتها ودارت شافت الشوروك اللي نعصف وقفو التعي سمعت صوت شتا اللي كانت كتصب بغزارة حيدات لغطة ونادت بشوية خشيت رجليها في البانتوفو وتوجهات للنافضة وقفات كتشوف في الشتا خيط من السم هبطات عينيها لجردة وهي تلمحوا واقف وسط الشتا واقف بدون حراك وحواجو كي قطروا بالماء حطات ايدها على فمها ودازوا دموحها رغما عنها بقات واقفة كتشوف حالته وما كرهاتش تغوت عليه تخاصم عليه وتقول له حيد منشترك غادة امرت باليها دور وجهو وشاف في النافضة ديالها نيشان شافتو جبتش حاجة من جيبه وتم غادي حتى ما بقاش كي باليها صون التليفون ديال شوروك وهي تنوت قافزة هزاتو وباليها اتصال من نجم الدين وهي تجاوب قال قولي لها ترجع لبلاستها وثدي الشرجم اقطع هزات شوروك عينيها وهي تباليها قمر واقفة عند الشرجم حطات التليفون ونادت عندها قالت بسم الله عليك مالكي واقفة مقابلة مع البرد جراتها وقالت اجت سطحي رقيبا قعيانا جراتها وساعداتها حتى التكات ومشات سدات النافضة رجعت عند قمر وهم يبانوا لها الدموع في عينيها عنقاتها شوروك كالطبطب عليها وخامة قالت ليها والو إلا وحاسة بهكا تتألم بقات معها حتى رجعت لحسات قطاتها ومشات مدات فوق الفوتر وكل ساعة كتطل عليها حتى صبح الحال وجاي يوم جديد مسطحة قمر فوق البياس وقال سجن بها شوروك قربات لها الفلاتو ومدات لها المحلقة قالت شوروك شدي فترين وهي تقول قمر ما فياش غير حيديه عليا شوروك قالت من البارح ما قلتيشي حاجة راكت تعديي على دكشي اللي في كرشك خاسكي تاكلي قربات لها شوروك المحلقة عند فمها وهي تحط قمر إيدها على فمها ونادت كدشرته عليك تبعتها شوروك وشدات لها شعرها وكدود إيدها على دهرها بعد ما ردت عاوناتها تنوت وغسلات لها وجهها ورجعتها لبلستها وهي تقول بغيتي شي حاجة أخرى نجيبها عليك رخصقي ضروري بتاكلي شي حاجة قمر حطات راسها على المخدو قالت ما بغيت والو عشقت غير دك الليمون الصغير قالت شوروك الماندارين شوف واش نلقاه ماشي وقته هادي ولكن غدا مشي نشور خرجت شوروك من الغرفة وغادة في الكلوار وهي تصادف مع بضر والبنت اللي شابت معاه من قبل زيرات على إيدها ودازت محداه ومعاتي احتعيت عليها بضر وقفت ودارت عندهم قال شوروك فين غادة قالت مسخرة قال لها بضر القبر قالت آه وهو يقول شنو بغات أنا نمشي نجيبه لها قالت شوروك بغات الماندارين وغير خليك أنا غدا نجيبه دارت غادة احتوقفها قال سنة ينمشي معاك وشاف ناجات وقال قلتي بغات طلي على قمر دخلي عندها حتى نجيبه حييد الطابلية وبقى بتيشيرت بيده تشينز مدهال ناجات اللي كانت غدا الترتق ما حملاتوش يمشي مع شوروك احساسها ما مرتاحش لها نهائيا بقات واقفة كتشوف فيهم غادين حتى دخلوا للمزعد كمشات الطابلية في إيدها وحلات الباب ودخلات دازو يومين وكان نجم الدين قلص في الطابلة ديال الفطور كير شف من قهوته اسمع جهرت الباب شوية وبنت ليه شوروك داخله سلمات عليه وقالت أخويا نجم الدين كيف دار؟ قال قمر كيف بقات ونهيد قلو شوروك مزيان صحت هكت تحسن واليوم غدا تخرج من سبيطان من بعد ابنك جيت ناخد ليها حويشها قال أوكي تبعيني طلع البيتهم اللي ما دخليه من داك النهار كان مجموع ومفرش بأتات جديد كيف وصة شير بقيت دول شوروك ناحية الدريسينج روم وبدات كتجمع القمار في حويشها وخاعوا ذات لها قمارة شنوق عليهم ولكن ما بغاتهم شي تفارقوا عارف الحب اللي كيكنوه لبعضياتهم قدهاش وكتمنى تدوذ هاد الفترة ويرجعوا خرجت من الدريسينج وهو يباليها نجم الدين واقف في البالكون كيكني خرجت عينيها فيه وقالت ناري وتصيق قمار الخبار غدا تقربلها عليه خرجت من الغرفة وهبطات حطات شانطة في التموبيل وطلعات ودمارات لاحناج مدين السجارة ودخل مشاوقف قدام المرايا كيشوف في السلسلة اللي في عرقو شد فيها من القدام وانطرها احطت قطعات كمشها في ايدوخ شاها في الجيب ديال السروان دار كيشوف في البيت وما بقاش حمل ايجلس فيه مازال ادخل الدريسينج وهسها بلاح فيه شي حاشا من حويشو سدو وهزو في ايدو وخرج من البيت اهبط المكتب وحلم جر وهز الباسبور وخرج اركفتو موبيل كيف خرج من البيت لكسير وصلات شروق المستشفى وطلعات لعند قمر حلات الباب وداخله جرى معها الشانطة بقات قمر كتشوف موراها حتى تصد الباب وبيتقول شروق جبت ليه كدك شعلش وصيتي قالت قمر نجم الدين لقيت ايه وبيتقول ليها اه لقيتو في الدار قالت ليها قمر ما قال ليك والو وبيتقول شروق لا قالت ليه بغيت ناخد الحويج وقال ليها اوكي قمر تحجروا الدموع في عينيها وقالت مزيان خدات من عند شروق الحويج لغدت البس ودخلات الحمام وسدات الباب والتكات عليه كتبكي وشاد دع لفمها يومين ما شافتو من ليه مشدك النهار في شتا ما بقى رجع قالت يلا عرف باللي ما غاديش ترجع للدار غاديش يقرب لها عليها يخاسم عليها ويديها بسز منها ولكن صابت باكبر خيطة عمل وما توقعتوش يسمح فيها بهاد السهولة بكات حتى شبعات وغسلات وجهها وبالتلات حويجها حلات الباب وخرجات هبطات هيو شروق في سانسور خرجوا من سبيطار متاجهين لسيارة شروق حلات شروق الكوفر وبغا تحط فيه شنطة وقمر جات تحل الباب باش تطلع وهي تحس برجليها في السماء كل شي داز بالزربة فتحات عينيها لقات راسها ما بين ايدين نجم الدين ابقات كتشوف فيه واش هوانيت لي هاسها حسات بقلبها بغي يخرج من بلاستو حل نجم الدين باب سيارتو حقها وصدت موبيل رجع عمت شروق اللي كانت بغا تصد الكوفر شافتو هي تقفص قال هز الشنطة وقال تهلع وهي تقول له شروق واغا قول فين غا دين بعدها وبصوت من خافض قالت سعداتك يا قمر شكون بحالك خطفك راجلك حطنا جمدين شنطة ديالها في الكوفر جنب الساكل اللي فيه حويجو حل الباب وطلع شاف قمر رقا هكا تشوف فيه شنو كيدير قرب عندها حتى ما بقى بيناتهم وعلو ودار لي هاس صبتة شاف توتر في عينيها ودحك بجنب ورجع البلاستو ودي مارتو موبيل خارج من المستشف طول الطريق وقمر ملتاز ما صوت كتشوف الطريق ماشي ديال الدار احتبال لها نجم الدين واقف قدام المطار شاف توحل الباب اهبط ودار لعندها حل لها الباب تحضر عندها حيض ليها الحزام وشاف فيها رعمه خرجي هزيت راسها فيه وقالت علاش جينا لهنا قال نزلي وغدا تعرفي قالت بغيت نمشي للدار قال لي يا الطبيب خسكي الراحة علاش جبتيني هنا قال تهبطي ولا نهزك هبطت وقرب عندها وشدت فيها جارها معاه حتى دخلوا المطار قمر ما عارفه شنو واقع بغد سولو تستفسر فين غادي ولكن في الداخل ديالها كان عاج بها الحال وبغت تكون معاه ما زال ما مصدقاش باللي جعلتها ودها ظنات انه فعلا سمع الكلامها اللي خرجت في ساعة غضب ووصلوا للنهاية ولكن هذا ما كيعنيش انها نسات شنو قع وشنو شافت بغت تعطيه فرصة يشرح لها كل شي طلعون الطيارة في الدرجة الاولى مطلق من ايدها نجمتين حتى قلسات في بلاستار قلس جنبها وبعد مدة قلعات الطيارة قمر بقد ساك تحت عيات وهي تدور عنده قالت شنو هد شي لك تدير وقال شنو درت نصافر مع مرتي العنيدة بعدين على المشاكل احتى يهديها الله وترجع لأحضان راجلها وهي تقول له جاي ابني بلا ما تسول واش موافقة ولا لا قال سواء وافقتي ولا لا غدا تجيب الزز عليك عقدات حجبانها وقالت احتى حاجة ما كتكون بالزز دار كله قرب عند وجهها وقال حبي ليك غدا تقبليه بالزز واحتى وجودي معاك تقبليه حيت ما غاديش نخليك تبعدي عليها بهاد السهولة مالت براسها اللور مبعد عليه وقالت رجع لبلاستر ناجم الدين زا تقرب وقال اعلاج ياك مخنقت غير ولف حسات بخدودها غاديت ترتقوب سخونيه وقالت بغيت النعاس قال كتر فيك النعاس بلاقياس واللي تيكا تغيبي قاد لها المقعد احترجع اللور حل اغطى وغطاها به وهي غير كتشور دار عندها ولقاها غمضات عينيها وحط ايدوا على وجهها كيتلمسوا بأطراف صبعه وكيبعد خصلات شعرها على وجهها وبعد ساعات طويلة وصلوا الوجهة ديانهم قمر كانت باقة نعصة حركها ناجم الدين بشوية وقال لها فيقي فتحات قمر عينيها وشافتوا قفزات يحساب لها غير كانت كتحلم باليها ناجم الدين كيدحك وهي تغوش قال نوضي نهبطوا اهد المبوقة نوضي نهبطوا اهد المبوقة نوضي شد فيها وحبطوا من الطيارة خداوا حواجههم وخرجوا من المطار ووصلوا المنطقة جنب البحر هاد المراء ما كانتش دار وإنما كوخ كلهم قاد من لخشب وقف ناجم الدين السيارة وهبط حلات قمر الباب وهبطات كتشوف المكان اللي سلب عقلها غادة كتتمشى في الرملة متاجها لكوخ وقفت قدام الباب وهي الدور عند ناجم الدين كانوا واقف موراها وحاضرة تدفع لها شافت فيه وعينيها كيبري لأنها كتعشق الأكواخ وهاد الأجواء ومعرفت شواش غير صدفة ولا ولا عارفها وعارف شنو كتبري كل مرة كيفاجأها ببادرة من طرفه كتخليها تغرق في حبه أكتر وتغرغر عينيها من شدة السعادة اللي هي فيها كتشوف ناجم الدين كيقرب ناحيتها ما كرهاتش تلاحف حدنه ما تتركوش وكيف وصل عندها شاف عينيها مباشرة وجرها من إيدها حتت خبطات مع صدره وطار على فمها بقبلة حارة حاط إيديها لخسرها وهي مدورة إيديها على عميق شفايفهم متلاحمة بقبلة عميقة كيف فرغوا فيها شوقهم البعض قمر كانت مستسلمة كل يل رغبتها فيه مرة كتحس به كيقبلها بحنية مرة كيزيد في الواتية حتى كتولي القبلة عنيفة من دان جمعه وكتحس بإيديه كيزيروها عنه وغير جات في بالها الصورة اللي شافت في الجرب وتوقفات وحطات إيديها على دراعه بعداته عليها ورجعت خطوة لون حل نجم الدين عينيه كيشوف لها وهو يلمح نظرة الحزن في عينها وتصدم من سؤالها قالت شكون هاديك اللي كنتي معها في الجرب قال ليها كيفاش حتى عرفتي قالت واش مهم عندك كيفاش عرفت على أنك تبرر وتشرح أعلاش كنتي معها هاتماك ومعنقين بعضياتكو قرب عندها وقال قامت سمعي وهي تقول خليك فين واقف اهدر من تماك أنا مستعدة نسمعليك حتى تكمل فقط خليك بعيد قال خلينا بعدها ندخلو الداخل راه الشمس عليك قد ساكتا وتقدم نجم الدين وحل الباب داخلاتك تشوف في الكوخ اللي كانت داخل دياله حسن مما تخيلات ولكن قمر ما كانتش في القاناة ديال تفرح بهذا الشي ما قدرتش تصبر كتاب وبغر تعرف ايش نو كاين احتى لو كانت الحقيقة مؤلمة بارك عليها غير حد النيام اللي دوزات في العتال ما بين قلبها وعقلها مشات قلسات فوق الفوتاي وربعت ايديها نجم الدين قرب عندها وقلس مقابل معها قال واش بسبب دك الشي وقع لي واش بسبب دك الشي وقع لي كلي وقع قالت نهار عيت طيليا وقلتي لي يا ما غاديش تعطن نطمت حمثة كان فكر ندير شي حاجة نفرحك بيها وخغير بسيطة من شهر العسل وانا باغا نتعلم انت يبليك كيف ما دقت طبخك كنت باغاك تاكل من ايدي اهبطت وجدت العشاء انا وثارة كملت وطلعت البيت وهزيت تليفون وعيت تعليق واخر حاجة كنت متوقعها هي تجاوبني بنت تليفون ديالك ما كيف ارقكش تحجبت شكون هادي اللي جاوبات ثولتها شكون هي ولكن ما رداتش عليا هادرات مع امر اخرى وقالت لي ها خرجتي تجيب الخبز وكنت غادي تعشى معاهم ولو كنت يقفيك لكن الاحساس اللي حسيت بيه في ديك اللحظة كان بحالي لك كنت زايدة ناقصة واخر همك ما عايتش عليا النهار كامل تعطلتي فرجوع ومن فوقها مجاوبة على التليفون ديالك وحدة كيف بغيت نحس في ديك اللحظة من اللي سولتك ترا واغتي من الجواب وتجادلنا كنقول ها هو غادي يجي عندي ويشرح ليه ويقول لي يا شنو واقع ولكن استمرتي في الغموض ديالك داك النهار فقت ولقيت راسي ناعسة في البيت وحدي نبتك نقلب عليك باغي نعتادر على صفحي ليك بغيت نحل الباب وانا نسمعك تهضر في التليفون وكان واضح باغيت تلاقب شي واحدة حتى سمعت المحرك ديال سيارتك نزلت كنجري خديت اقرب سيارة وتبعتك كنت باغنت بطل راسي باللي شكوكي سخيفة وشكي فيك خطأ كبير ولكن فاش شفتك معنق واحدة اخرى حسيت كأنك تعنتيني بخنجر في قلبي سألت لماذا؟ لماذا قدرت خاطئ؟ حتى ترى واحدة اخرى ولكن صدمتي كانت تكبر فاش شفت وجهها قلت ممكن كنهالوث وكنشوف شي حاجة مكيناش انا كنعرف وجه خطيبتك السابقة مزيان شفتها شحال من مرة وشفتها في نفس البلازة معاك وحد المرة كنت عالش فيان حمارك كيفاش خطيبتك الميتها حيات ورزق اذا ما ماتتش ومن اللي رجعت اكيد غادي تسمح في كل شي وترجع ليها نشيت قبل ما نشوف اللي ما يقدرش قلبي على التحمل دياني وكنت باغا نسهل عليك الأمور ونساليه حيت هي اللولة في حياتك وحبك اللولة مسحات الدمعة اللي هبطات من عينيها بنتي وقالت اف ما خاسميش نبكي دابة بغيتك فقط تحكي لي ياه من فمك وانتوصلوا القرار اللي يرضي لكل نجم الدين دوز ايديه على وجهوه الزراس وفيه وقال داك الشي اللي يوقع عليك هاد الشي اللي كان سببه كنا غا نخسلو والدنا بسبب هاد الشي ما عنديش الحق اناني نعاتبك هليش ما ثولتينيش هيدرت نفس الخطأ ومعا وتشليك الخطأ ديان نبجوش وكننا غا ندفعو تمان وغال وقف وقلس جنب قمر وشد هف ديت هاوك يهدر وعيني في عينيها قال ديك اللي شفتي فعلا ناهد اللي كان في بالنا كاملين باللي ماتت شاف ملامح صدمة على وجه قمر وقال هي رجعت بصفتها اخت ناهد التوأم واسميتها انيسا وحكى لها كل شي بالتفصيل من نهار بانت ناهد والتمتيلية اللي دارت احتى الكشفه احتى اكتشف باللي هي نفسها ناهد واعتارفات بالحقيقة واشنو دارت هي اختها قبل ما يوقع الحادث وخا كان كيعاود عادي ورغبته هي انه يوضح لها كل شي باش يتبخروا قاع شكوكها ولكن قمر حسات بشعور سيء اللي وقع وعدم معرفتها باش نوطاري ولكن قمر حسات بشعور سيء بسباب اللي وقع وعدم معرفتها باش نوطاري كان واضح ان النجم الدين مجروح لانه تغدر من البنت اللي بغى واحد الوقت بعد قاعدك شي اللي دارت في حقه رجعت كل وقاحك تلاعب به وهو كان بغيه ساعدها لانه حاس بمسؤولية تجاه عائلتها فهمت من كلامه انه ما عودش لها على انيثة حيت خاف على صحتها حتى كيتفاجأ بأنها هي نفسها ناهي وفاش فضى معها كان راجع عند قمر وناوي عود لها كل شي حتى وقع اللي وقع ودخلت للسليطان حسات بيد نجم الدين على خدها وهو كيمسح دموحها بسبعات شافت فيه اللحظة وتلاحظ في حضنه معنقاه بكل قوتها دور ايديها لدهرها وخشاها فيه غمد عينيه وحس بيه اللي كل هموم الدنيا طاحوا من على كتاب الجرح اللي حس بيه من فعله تناهد ما كيتقارنش بالخوف والشوق اللي حس بيه جهة قمر وهي يفس بيه طار وبعيد عليه قمر بعدات من حضنه شافت فيه وقالت حاسة باللي انا اكبر انانية على وجه الكرة الارضية فكرت غاف راسي ومعارفاش باش نو كتمر لو كانت قدامي هذا نشطب بيها الارض قال ما تشطبي بيها ما تشطب بيك تمشي الله يعاونها تعطينا غير بالتساع هو يقول نجم الدين صافيت صالحنا قالت صالحنا قال يوا خليني نبوس قاطعت وقالت صالحنا غادي نخليك اللا ما تدصرش قال شكون قال ليك غنبوسك انا باغي نبوس والدي توحشته جمعات شفايفها مرضاتش بتاسم نجم الدين على شكلها وهبط على ركابيها طلع الحوايج على كرشها اللي كانت بارزة شوية حط ايديه على جنابها وقربوا حط شفايفه على كرشها وطبحوا بيه سدات قمر عينيها فاش حسات بملمس شفايفه على بطنها وقفنا جمدين وإيديه باقي المحطوطين على خسرها تقابل معها وعينيه على شفايفها قال توحشتك قمر كتحاول ما تدعافش قدامه ولكن الشوفات اللي كيدير فيها كيخليوها تفقد توازنها قربوا وجهو عندها غاديل شفايفها طبعوا قبل جنف بمها وهمث عند بندها وهمث عند ودنها ما توحشتينيش حركات رازها باقي بحال المنومة بتاسم بجرد وبدأ كيطلع الحوايج حتى حيده وبدأ كيطلع الحوايج حتى حيده هزها وصدحها على الناموسية بشونه وتكى عليها مستمر في تقبيلها بغاد تهضر وسكتها بشفايفه وحاول ما أمكان يتكايس عليها وخغير لمسا من إيديها قد جهل لكن كيحاول ما يفرصيش عليها خاصة وهي حامل بارسوا الحب حتى عياد والطرخات ليه بالنها قبل رازها وعنقها عنك من بعد أيام عديدة من بعد مدهوزوا أيام عديدة في كيبتان أيام حلوة وأيام مرة أيام حلوة وأيام مرة بعض المرات كيكونوا مزيانين وبعض المرات مشاردين خاصة بسبب تقلبات المزاجية دي القمر نجم الدين ولا غير كيسا يسمحاها وكي تجنب يقلقها حيث هو اللي غيحاني جمعوا حواجهم وشدوا الطريق المطار وبعد مرور الشهر نازلة في الضروج وشدف قفطانها من شناب قفطان في الباش من تصميم شروق جامل ناسم مع جسمها خرجات مع باب الفيلا وكتشوف الحاضرين منتشرين في الحديقة اللي مجهزة بكل شي نجم الدين أثر على أن زفاف خطو يكون عنده في الفيلا وقف على كل شي وخا كان معتارد على تسريع موعد الزفاف ولكن قمر قنعاته بحجة أنه لازم يرافق الأمة دياله الأمريكا هيد الخبر الأخير اللي جاهه مسعي بتقبله ولكن من لي وافقات آيات تمشي معاه ما كان عليهم غير يردخل قرارها بقات قمر واقفة وكتشوف في الناس كل شي كان فرحان والناس ناشتين شروق قربات عند قمر وهمسات لها في ودنها قالت شوفي ديك المشعكة ماشي هي ابتسام بنت خالة نجم الدين ما باليها تشطح غير حضة الطبلة اللي قالسين فيها الدراري وهي تقول قمر ما عندها نفس باهدلها نجم الدين وعطاها خل ودنيها وما زالها جاية وجهها قاصح شروق قالت يا لطيف على أشكال يحساب ليها إلى لوزات غيولي الطايح كتر من نعيد ما كتعرف حتى تشطح فاقساتني وهي تقول قمر خليها تجدر جاع مدها فيها حد وقفت شروق وقالت ما غاديش نخليوليها الساحة زيدي نوريوها شطيح على أصوله قالت قمر لا ما نقدرش نجم الدين ما غاديش يبغي شروق قالت هو غير زيدي غادي نشطحه غير بالقياس ونطقصوها جراد شروق قمر ومشاول وسط الساحة ابتسام كانت كتشطح هي وشي وحدي ناس بانت لها قمر وهي تخنزر فيها ودارت كتوشوش لدوك اللي معاها شروق بدت كتشطح مع الريت وكتحرك في قمر حتى الطلقات حتى هي وندام جمعة الموسيقى ولات الأنظار كلها عليهم عيالات ورجال كل شي كيشوف فيهم بدر شافين كيشوف الكل وهو ما يبانوا ليه بجوج عاطينها لشطيح هاك بهلاك وحرك نجم الدين اللي كان عاطل الساحة بضهره شاف فيه نجم الدين وهو يقول له بدر دوه دار شاف قمر كتشطح وهو يتصدم دووذ عيني باليه كل شي كيشوف فيهم دغ يجمع الوقفة والتاجه لعنده وقفات ابتيسان فهاش شافتو جاي وكتسنت تفرج فيها تمشى بهدوء حتى وصل عندهم شروق شافتو وقف مورة قمر وبدات كتدووذ عينيها قمر جاهد ضحك على حركات شروق خاصة فشافتها كتطلح جبانها لكو ما فهماتش باللي كتعطيها إشارات تشوف مورها حسات قمر بشئت شدات فيها من شن بخسرها وقفات ودارت وهي تساطح مع صدور هزات عينيها ببطء عارفة شنو تابحها تلاقات عينيها مع عينيه ودارت ليه انتسامة متوترة نجم الدين تحضر عندها وقال حبيبة بارك عليك زيدي تقلسي قالت واخا نمشي نقلس في بلاستي قال لا غادة جيت قلسي حداية وهي تقول نمشي نطلع للميمة خليتها قلسة في الصالة في الداخل قال ليها راها قلسة مع الواليدة وهي تقول واش درتشي حاجة؟ قال ليها لا ما درت يوالو هيدش طيح قاني اللي راجلك وما عمري شفتو احتى شفتو مع ابن ادم قالت شوروك هي ودارت نحت في شوروك لقاتها طارت من حداهم نجم الدين شد في ايدها وقال تحرك جرها معاه ولكل المتبع ليهم العين كاين اللي كيدحكوا عجبوا منظرهم وكاين اللي بغي اياه كل راسه ومن بينهم ابتسامة جر نجم الدين القمر الكرسي قلسات حاضرة راسها وبدات كتلعب بيديها قلس جنبها ودار ايده على ظهر الكرسي اللي قال سفيه هي وقرب عند وجهها قال هاد المرة دازت مرة اخرى ما نعقلش عليك ودابا هزي راسك وشوفي فيها شافت فيه وقالت من اليوم ما نبقاش نشطح وعد قال بريتي تشطحي شطحي لي انا بوحدي ماشي تفرجي قع الناس حركات راسها بها شورو قشفت نجم الدين جر قمر وهي تدير من هندل دخلات الفيلو توجهات طوالات قدات الميكاب ديالها وثمات خارجة قلبات على قمر بعينها وهي تباليها قال سجل بنجم الدين بدات قد بحك غير بوحتها شوية وهي تحس بشي حد واقف موراها دارت وهو يباليها بدر وقفزات من بلاستها وتبدل اللوم في وجهها بغادت بعد عليه وهو يشد في الدراحة وشرها معاه قالت سافي اليوم تاكل خلدار بوها باليها غادي بيها للساحة اللي كانت خاولة وقفها الوسط شاد فيها من دراحة بجوش ما عرفت شنو واقع واحتى الموسيقى كانت متوقفة شافت وطلق من ايدها وجبد علبة منجيبو وفتحها غير باليها الخاتم في ايدو وهي تخرج عينيها حتى الارض كتشوف ايدو بلا ما ترمش عينيها وما مطيقاش دكشي اللي قدامها هزات عينيها في بدر وكتشوف فيه بعلامة تفهام وخفها هما شنو كيوقع ولكن ما قدراش تستوعب قالت يمكن ضرباتها بنعصف شي قنت وقال سكت حلب بدات كتقلب علقة مربعينيها باش تأكد لها بأنها غير كتخايل بانت لها واقفة هي ونجمتين كتشوف فيها مبتاسمة كباقي الحاضرين كل شي كيشوف هاد اللقطة الرومانسية اللي كانت غير متوقعة من البدر معروف عليه ناشف وعملي ماشي من النوع الرومانسي اللي يطلب الزواج حالة لن قدام الناس شاف بدر شوروك كتلفت هنا والهي وما كتشوف جهته مت ايده وشد فيها دورها عنده وقال ديري بحى الليلة مكين احتحت وغير انا وياك لكيني شوروك كتمتم قالت شنوا واقع؟ قال وراها باينة شحالك دربت على هاد اللقطة ولكن دابا كل شي يمشى معليش؟ شد في ايدهو كيشوف في عينيهو قال شوروك قالت ها؟ وهو يقول تقبلت زوجي بيا؟ خرجت عينيها وقالت ها؟ ها؟ بدر قال واش تقبلت زوجي بيا؟ وهي تقولي عاودة شنو قلتي؟ بدك يا عراق وقال قلت ليك واش تقبلت زوجي بيا؟ يالله بغت تقوله عاودها وهو يقاطحها قال تقولي عاودها مرة اخرى نجمعك بنصف كل شي كيشوف فينا وطلقينا خلاص قالت بلاتي عليا عافك هاد شي جعل غفلة وانا مكنش مستعدة نفسيا ولا جسديا قال ليها مالكي غدا تحاربي جاوبي على السؤال ورحميها انا اللي خسني العصق جايبك قدام الناس كان عليا نجرك موردار تماك نفهمها ليك مسيان قالت حلاف قل والله احتفا غد زوج بيا ماشي شي لعبة داير هالية باش ترد الصرف ونصدق نطلع القالب ويدحك فيها اللي يسوه ولي ما يسوهش خنزر فيها بدروقة صافي ابلاش ما تجاوبي ولينا في الحلو تلق من ايدها وهي تشدها ليه قالت حباس هالعار صافي عاد وصلت للمخيخ ديالي معا في هادا المواقف قد تقال عندي الكونكسيون عاود تسوهلني اخر مرة عافاك اخر مرة تنهد وقال شوروق المصيبة واش تقبلت زوجي بيا قالت بصوت مرتافة ياس غير قهلتها والكل بده كيصفقوا ميتين بالضحك كانوا متابعين الاحداث من الول وسمعوا حديدهم غير طلقات حلوقها وكل شي نفاجر بالضحك لفتات شوروق كتشوف فيهم حسات ببضر جرليها ايدها بغير يركب ليها الخاتم وهي تقول علاش كيضحكو هادو؟ بدر قال على واحد الحمقة درت فراسي بزاف ديال السيناريوهات اللي ممكن يوقعوا في هاد الموقف ولكن انتي اضربتي على كل شي جرها وباثها فخدها وقال مبروك علينا قد ساكت وكتشوف فيه وهو يقول واه هادري قولي شي حاجة مفرحاناش كتشوف الخاتم اللي فيه وقالت دابة انا وياك واللينا مخطوبين ياك ضحكو قال اه هلالا وهي تقول له اسمح لي يا دقيقة هاني جاية طلقات منه واتجهات لعند قمر غادة وكتشوف خدها براحت ايدها بشوية وصلت عند قمر وقالت قمر واش خالك اني تخطبني وهدا اللي في ايد دي خاتم ماشي جاوني الهالوسات بسبب كثرة الحلوة اللي ما نصبح وانا نصرت فيها خفتي كنت لعلي سكار قمر حابست ضحكو قالت الهبيلة الهبيلة راكي ما كتخايليش بدر هدر معايا ثمانة هادي جا ثولني وقلقلني احتقلت ليه الحقيقة باللي ما مخطوباش بالصحة فرح وقال لي ينعاونو يتقدم ليك وانا اللي اقترحت عليه يديرها اليوم شروق قالت والطبيبة قالت قمر فضى معاها جحال هادا وهي تقول شروق قولي والله قالت قمر قاوي لي واش تشيرتي راهد الشي اللي وقع حقيقة ماشي كتتخايلي تلاحت عليها وعنقاتها وكتقفض هيويها رجعت التلقات لموسيقى وكل شي جا كيبارك لهم شروق كل ساعة تقابل ايدها معاها وتشوف في الخاتم الابتسامة واصلة لها العند ودنيها كملوا الحفل وجه وقت مغادرة العنسان توادعات ايات مع العائلة ولبنان تاجهو امير ايات اللو طيل فين ارتاحو لمدة ثلاث ساعات بدلو حواجهم وتوجهو المطار مع الشنطات ديالهو صعدو على متن الطيارة المتاجها لنيويورك فين خدا امير فيلمت وسطة اللي غايستاقروا فيها الام ديالو كانت سبقات باسبوع قبل ولات مريضة مرض عقلي حيث الام ديالو ساعت حالتها وخاصها عناية وناس محترفين يقابلوها وكاين مستشفى في نيويورك سيفط ليهم وراقها من بعد ما تحولت المستشفى الامراض العقلية الام ديالو سبقات باسبوع قبل امشانعها احتدخل هالمستشفى وتأكد من امورها عاد رجع والمستشفى اللي فيه ملاك كاين في نفس المدينة اللي غايعيشوا فيها امير وآيات بغايكون قريب لها ما امكن ودازو جوجت الاسابيع وفي مكان اخر هابطات من سيارتها وداخل المطعم كتمشى على مهلها هايزا راسها الفوق بعجرفها وكأن الكل تحت مستواها توجهات للطابلة اللي محجوزة لها وقلسات حتى ساكها فوق الطابلة ودارت رجل على رجل حيدات نداراتها وشافت فيها قالت هاي وهي تقول لها الاخرة راكت عطلتي من الصباح وانا كنت سنى قالت اللولة كات هدري بحال ليلة كين عندك ميدال ما انتي خدا ماما كات قراي حياتك تافها والنهار وما طالت جريمتي وامك عند الفقهة جاوباتها ايه احترمي راسك ما شي حيت ولو عندك الفلوس يحساب ليك وصلتي ما تنسيش فين كبرتي وهي تقول لها ما عنديش وقت للدردجة شنو قلتي فدكشي اللي قطارح تعليك هذات ابتيثام حجبانها وقالت وشنو غنربح انا من هادشي قالت ليها ناهد غاتربحي بزاد انتي بغى الفلوس وانا بغى نجم الدين شنو قلتي قالت ابتيثام احتى انا بغى نجم الدين ويتقول ليها ناهد انتي كتبغي الفلوس كتر او لا ممكن تبيعي مقع لقبل الفلوس قالت ابتيثام وانتي ماشي بعطي نجم الدين على الفلوس نيت لحد الساعة عايشة بهوي اخرى وكل شي حساب له بالليميتة قالت ناهد ماشي عاوتليك باش تدخلي ليه مع العظام اخر مره نثول واش غدا تديري يديك في الدية وتعاونيني نرجع نجم الدين ليه وانتي تاخذي فلوس وتعيشي بهم معززة باقي حياتك او لا لا فكريم زيان واش ماشي صفقة مربحة لنا بجوش قالت ابتيثام انقولو درت ايدي في ايدك اشنو ناوية ديري باش ترجعي نجم الدين ليك اعارف ابعده شحال كي بغي مراتو واشنو ممكن يدير حلق بلها وذا يدون حاملة بولدو قالت ناهد قبل ما تكون هي كان كيموت علي انا انا اللولة في حياتو عند بانو ثاني ولكن هو غير مجروح من داك الشي اللي درتليه وخاص غير متقرم منو وغادي يرجع يحيا حبو لي من جديد ابتيثام قالت ليها ايش هادو التيقة كلها اشكون قال ليك غي خلي مراتو اللي حاملة ويرجع ليك انتي ناهد قالت العائق الوحيد هو الحمل وإلى مشا كل شي غادي يسهل ابتيثام قالت ليها فاش كتفكري وهي تقول ناهد خاص يطيح ليها البابي ابتيثام قالت شنو حماقيتي باغت قتلي ليه ولدو قالت ليها ناهد ماشي انا انتي اللي غدا تديريها ابتيثام وقفاتو قالت لا انتي خرج ليك الحقل باغاني اللوح راسي في العافية بعينية محلولين واش كتعرفي نجم الدين ولا لا توقع شي حاجة لمراتو ولا ولدو بسببنا غادي يدبحنا بلا مايرمش وانا كنت بغير راسي بزدار وما غاداش اللوح راسي في الهوية قالت ليها ناهد اوكي يعني انتي خارج الخطة وقفت وتقابلت معها وقالت تخرج هيد الهضرة من هنا انا اغبر ليك شقف كتسمعي وهي تقول ابتيثام شنو لغا يخرج بتاسمات ناهد وقالت ما زيان تمت خارجة ورجعت دارت عندها وقالت ايلا غيرت رأيك نمرت عنبك خرجت ناهد وطلعت في سيارتها وزادت مكسيريا وبخات ابتيثام واقفة كتشوف فيها وكيفاش ولات حياتها بعد ما ولوا الفلوس والنفوذ بين ايديها احتى هي واحد النهار كانت بحالها وعايشة غير في حيشة عبيغيشة مقحطة ودابة كتلبس اجدد صيحات الموضة وكتركب في الحديد الواعر ابتيثام نقطة ضعفها هي الفلوس السبب الوحيد اللي خلاها ترفض عرض ناهد هو خوفها على حياتها ورعبها من بطش نجمتي شداد تاكسي راجع للدار وكتفكر وتعاود في هادشي اللي دار بينه وبين ناهد اشتركوا في القناة